بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم عني بالكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ ابو ساجل عن نبي اليوم نعود لكم موصفة هذه تالي والوظون اللي خدمناها العميفات وجاءوا بسم الله ما شاء الله بعجين التوريق اللي خدمناها بعضنا أخليكم الرابط تعجين التوريق في صندوق الوصف طيبناها كما كنت شوفوا بالحشو بالتزيين هذا إذن نحبائي روحوا نشوفوا كيفية تحضير المقادير روحوا نشوفوا يالله روحوا نشوفوا يالله روحوا هنا كما تشوفوا عندي 500 غرام عجينة أو عجينة التوريق اللي كنت خدمتها معاكم سابقا وكما قلت لكم سنقوم الرابط في صندوق الوصف الرش طاوية العمل بفارينة نحط عجينتي نخرجها من الكيس اللي كانت في الثلاجة احتفطت بها في الثلاجة خدمت بها قبل المعاكم ومن بعد خدمت بها هذه الفولوفان نجيب القرص او الحلال ونبدأ ونحل العجينة بالطول او بالعرض المهم سنقوم بها يعني بالطول او بالعرض ونجيب القابعة الصابلي ونطبعهم كاملين ونعملوا السمك نحوالي نصف سنتيمتر فقط تلقيق المعاكم ما نعملهم خشان وما نعملهم الرقاق حتى يصلح معنا ويطلعوا بسم الله ننحل العجينة كما تشاهدون نجيب المتاعر ونبدأ نطبعه بالطريقة سمك تحت بحوالي نصف سنتيمتر فقط فقط ما تزدوش وما تقلوش اقل من نصف سنتيمتر اخذنا معاكم هذي كامل نكملوها وبعد نرجع لكم لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فاذا بك تنهى وتأمر كريم لما يقرر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جفور هنا بعد ما اطبعناها كاملين اللمو العجينتين بالطريقة هذه ما نعجنوهاش هنطبقوها فقط هكذا ونحطها على جانب في كيس نخليها ترتاح ومن بعد نرجع نخدم بها هنا انا طباعة كما كم تشوفوا اطناش نحبة تاع الوفولوفون هندي ستة يعني مدورين وستة هنطبقو بهم جبتها الانبورتيفيس صغير هذا ونبدأ نطبقو بهم عفوا بالطريقة هذه العملية جد سهلة يعني ومش بفه صعوبة ستة مفتوخين نخدمهم في الدارة ونضاف ونبعد نحلم رادينا بها ونبدأ لحد بهم وحاجبهم هذا الفيديو عمدت العمي فات حوالي عشر حب وليوم قارب رمضان يرداد عزالة وان شاء الله وحب هنبحنا على كل المقبل ونطبقو بهم وانشاهدنا على تجلس ونطبقو بهم وانشاهدنا على كل المقبل ونخلي الستة على شكل دائري كما كم تشوفوا ونبعد نجيب العجين على مفتوخ ونشوفها ونجيب القرص تحت هذه ونبدأ نحل العجين ونحط هذه الشئات منها ونعاون اطباحهم كامل كما الأول ونكملوا الوصفة ونجيب هنا صفر الضيط او الميت هنا ونجيب صفر الضيط هذا ونبدأ نطلع الحواشي كما نجيب دائرة هذه اطبعناها ونضعها من فوق للصقح ونضعها بالطريقة هذه ونجيب نكمل الغراء ونجيب هذا كالشكل دائري ونضعها من فوق ونضعها من فوق ونضعها بالطريقة هذه ونجيبه بنسو وندهن الحواف الفوق هذا المطقوبة يضهنها بالصفر الضيط ونضعه ورقة الطهي ونضعه الوسط لكما نضعه الدهب ونضعها باسم الله ما شاء الله أنا هنا نكمل نطليهم كامل بسفار الضياد من فوق ومن بعد راح ندخلهم للفرن على 160 درجة مئوية متعملوش أكتر متعملوش أقل 160 درجة مئوية قاعدوا لي في الفرن يعني حوالي ساعة حطيتهم في الوسط شعلت الأسفل حوالي 50 دقيقة بدأت نفخه طلعه طفيت الأسفل وهبطت البلاتيعي للتحت وشعلت الفقاني حوالي 10 دقائق وخرجوا باسم الله خرجوا اللون دهبي خرجوا طلعين باسم الله خرمنت المحلات صدقوني جوا ولا أروع جواني فيتي مقارن شين باسم الله و هذا هو الفولوفون عملت معهم باكتر عجينة مملاحات صغار ومن بعد راح نشوف الحشو سوف نقوم بعمل صلصة أو مرق الفولوفون اللي سيأتي كذلك بسم الله ما شاء الله ونعتمدوه في سير اليام وخاصة في رمضان في رمضان دي منتشاهه والفولوفون هذا نخدمه في ديارنا لماذا لا ونعمل الحشو ونذهب الآن مباشرة نبدأ في الحشو تا الولوفون شوفوا بسم الله ما شاء الله طلعين نفخين روعة 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 يعني جوا عقد القلب هنا نذهب نصف صدر دجاج كما كما شوفوا نقص قطع صغار نصف صدر دجاج فقط يعني يكفيني بعد هذا دجاج سنضع في طنجرة يعني في بورما نقليه مليح أول حاجة نجيب طنجرة تسخن شوية نضع لها حوالي ربعة ملاعق زيت أو خمسة ملاعق زيت كما كم تشوفوا ونضع دجاج تسخن ونقليه مليح هنا يجب يخد راحته في التقلية يجب نقليه مليح وعلى الجانب في الفرن هنا يجب الماء يسخن لكي نمرق بيه دائما نقول لكي نمرق الأكل ونقليه لازم لازم أن تسخن الماء بعد تقلل تقلل أضع البصل هي كمية كبيرة معتبرة لكي يأتي بسم الله ما شاء الله أضع فصين من التوم كنت قصيت بالسكينة ونضع ملعقة خشبية أو سباتير ونبدأ نحرك حتى يدخل الطياب تماما في هذا دجاج ويدبال البصل هنا نضيف الملح نضيف الفل السود ونضيف زنجبيل ونضيف هنا توابل الدجاج خاص بالدجاج ونضيف منعقة صغيرة منه ونبدأ نخلط ونحرك منه حتى يأخذ رحته في الطياب هنا لدي شامبينيون نضيف نصف عربة شامبينيون نضيف كما تشاهدون ونقلي معهم اليوم سنستعمل الزيتون الذي يحب أن يستعمل الزيتون له ذلك الزيتون لم أستعمل هذا ونضيف ثم نضيف ثم نضيف طيب مليح مليح ثم نضيف بالماء السخن نضيف فقط الدجاج بالماء حوالي كاس ونصف ماء فقط لأن الحشو هذا يأتي نشف ونحرك حتى يستوي جيدا يعني الطيب مليح ويختر سنجيب الكريمة السائلة حوالي نضيف حوالي نصف كاس كريمة سائلة ستعقد هذا المرق ونأتي ولا أروع ولا أروع الدوق ودكور وبن بسم الله ما شاء الله نضيف نضيف بعد نضيف ونضيف 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 السكينة ونضيف هذا التوريق في الوسط يعني حاجة سهلة مهلة نضيف بالسكينة نضيف على السكينة هذا ونضيف كيف نضيف الحشو ونضيف الحشو لداخل مملوء بالحشو هذا نضيف ونضيف حب الغراء نرى الطريقة جدا سهلة يعني ما فيها الصعوبات بسكينة يعني الحشو أو طوريق عفون تكون ورقة فقط طلع الفوق هي مليلا بسطكل نضيف ونضيف على جانب نكمل كامل نضيف في السكينة ونعاود ندخل من الفرن حوالي 10 دقائق لتسخن مليح لازم نحشيهم قبل الفطور يعني 10 دقائق نسخن مليح لترجع القرم ونضيف الحشو ونضيف في الحشو بالطريقة هذه ونضيف في الطبقة تزيين ونزين طبقة ويأتي ولا أروا ولا أروا مقرمشين أكيد سنضيف المرق سيطراو ويأتي بسم الله ما شاء الله أما في الأول سيكون مقرمشين نضيف الدجاج نضيف كمية من المرق ونضيف مكامل من المرق في الطبقة بعد نضيف التزيين نضيف من المرق ونضيف طوريخ في الوسط يبقى المكان لنضيف الحشو نضيف هنا نكمل ونضيف جبن مبشور نضيف بالطريقة هذه ونبدأ التزيين والتزيين دائما يكون اختياري والتزيين يكون دائما اختياري وصلنا وصفة هذه بسم الله لطبات فيتي أو عجينة طوريق عندي في قناة اللي يحب يرجع لها نحن لكم الرابط في صندوق الوصف وليمي القهاش يكتب عجينة طوريق لأبو سرجل عنادي في اليوتيوب سوف تخرج لنشاء الله هنا هنا الزيتون لا تضيفه في الصلصة زينت فيه زينت به فقط كنت غليته ومن بعد البرد وجيت زينت به هذا الزين إذا حبائي هذه وصفتنا اليوم كنت تكملتها معكم جاءت بسم الله ما شاء الله جاءت والأرواع ضوق وبنة وديكورن يحب يحتفظ بالوصف هذه تسجيلها أو يرجع لها دائما في حطة أو مناسبة أو يدخل رمضان يعني يرجع فقط تكتب أبو سرجل عنادي سوف تخرج له حطوا كمية من المرق هذا ونذهب طبق تقديمنا بسم الله ما شاء الله من دعاوة جاءت والأرواع من كلمة طيبة بركة الله فيكم على الإصغاء على المشاهدة رزاكم الله كل خير لا تنسونا من الدعاء ولا ننسوكم من الدعاء حتى إخواننا في غزة إنهم يعني تألمون أدعو لهم إن شاء الله بالنصر إن شاء الله ورب قويهم ما بقينا نقولكم سلام عليكم توصفة قادمة إن شاء الله ولا تنسونا بصره دعائكم ولا تنسوا رمس الإعجاب ترجمة نانسي قنقر